اشتركوا في القناة ويكلمها ابوها عن الارتباط والجواز فتتضيق ويتطيب وتمشي علشان تروحوا التدريب ويتودعوا وتاخد القوس والاسهم بتاعتها وتمشي وفي مكان تاني بالروح لبطلنا ويكون بيجري وبتكلموا مديرة اعماله ان عندهم معاد كمان ساعة مهم ولازم يكون في المكان في معاده وبعدها بيروحوا البطل عند موقف الاتوبسات وبتكون هناك ييزي والدنيا بتكون بتمطر جامد وبتفتح ييزي شمسيتها فبتغرق الولد مية ولما بتلاحظ انه تبل بتعتذر له وتفضل تمسح المية من على وشه وبيجي الاتوبس وبيركبه وبيكونوا واقفين وفجأة بيفرمل فبتشيدي ييزي قميصه علشان بتكونها تقع وبتقطعه وبتنرفز عليها وبيقول لها انه مش عايز يشوفها في اي مكان ولو حتى صدفة وبينزل من الاتوبس وبعدها بيروح لمديرة اعماله وبتتدايق لما بتشوفه كده لان معادهم مهم وبنعرف ان هان هو بطل في رياضة السباحة وان عندهم معاد علشان يقدموا في اكبر جامعة للالعاب الرياضية وبتدي له مديرة اعماله اللبس تاني علشان يلبسوا علشان المقابلة وبعدها بيدخلوا الجامعة وبيكون قاعد مستني في مكان وبتجيب له مساعدته لبس السباحة لكنه ما بيكونش برند وهو مشهور لازم يلبس برند لكنها بتقوله ان ده المتاح وان هيكون فيه فرص كبيرة ليه ومتبنيين للاشخاص الرياضية وانه لازم ما يخسرش الفرصة ويتصرف ويبهر الناس وخصوصا ان هيبقى فيه صحافة كتير وبتطلب منه يجهزه وبتسيبه وتمشي وبعدها بيلبس اللي جابته له وبيندهه اسمه فبيخرجه بيكون الناس مش متحمسين بوجوده خالص فبيتدايق لحد ما بتيجي بنت من المعجبين وبتشجعه جامد وفي نفس الوقت بتكون ييزي عندها تدريب ومتأخرة والامن رافض انها تدخل من الباب علشان هان موجود فبتضطر انها تدخل من فتحات المكيف علشان تلحق التمرين بتاعها وفجأة بتفتح الفتحة علشان تقدر تتنفس فبيتخض هان وبيقع في المياه من الخضة وبيكون هيغرق وبينقذوا فرض الانقاذ وطبعا الصحافة والشخص اللي كان هيتبنى بيغيروا رأيهم وبتحاول المساعدة تقول انه هو بيهزر لكنهم ما بيصدقهاش والصحافة بتمشي والمتبني كمان وبينروح لييزي اللي اخيرا بتوصل التمرين بتاعها ولكن الكابتن بتاعها بيزعق لها على التأخير وبتتأسف له وبينرجع لهان بعدما بيفوق وبتيجر ورا الصحافة علشان تعمل معه لقاء وبيدخل قوضة تغيير الملابس وبيهرب منهم من فتحة المكيف هو كمان وبينزل في مكان تدريب ييزي وبيكون هيتصب السهم بس بيلحق نفسه وبيجري بسرعة من المكان وتاني يوم بيروح عن الشركة الرعية ليه وبيسلم على الموجودين بس محدش بيرد عليه وبعدها بيلاقي العاملة بتشيل صورته من على الحيطة وبتقوله ان الشركة مضت مع شاب تاني فبياخد منها الصورة وبيتدايق وبيقعد يتكلم مع مساعدته فبتقوله انه لازم يدخل الجامعة الرياضية علشان يتضرب كويس وكمان يحسن صورته اللبازة هناك ويرجع لمجده من تاني وبتقوله انه لو مرحش هيفسخوا العقد بتاعه فبيقول لها انه خلص موافق يروح وبيروح الجامعة وبيكون لابس نظارة سودة علشان محدش يعرفه وبيقعد يأكله وبتخلص ييزي تمرينها بعدما كانت متعاقبة بتمرين مستمر وبتقعد تعبان هي وصحبتها بالصدفة جنب هان وبيقعد يتكلمه وغصب عنه بيدلق عليها المشروب الغازي بتاعه وبتتخانق معاه فبيقولها توطي صدها علشان محدش يعرفه وبتتفاجئ انه هو الولد اللي قطعت له القميس وبيقولها انه دخل معاه في فريق النشان بالقوس وبعدها بيروح للفريق وبيعرف الكابتن الفريق على هان وانه هيكون معاهم جديد وبيكلف الكابتن ييزي بانها تكون معاه وتدربه لانها احسن حد في الفريق علشان يشوفه وبيكون كويس ويمثل بس انه تعبان وبعدها بيقوم وبعدها بيروح مع ييزي ينظفه مكان التدريب بتاعهم وبيوقع جايزة وبيكسرها وبتتعصب عليه ييزي انها تكسرت ويتأسف لها فبقوله انه مش عارف قد ايه هم بيتعبوا علشان يجيبوا الجايزة دي وهو يكسرها بسهولة وانه لازم يكون مسؤول اكتر من كده ويتأسف لها لكنها مش بتقبل اسفه وبتمشي وبتسيبه وبيخرج وراها وبيصورها صورة حلوة وبيعتذر لها لكنها بتمشي وبالليل في السكن بتلاقي انه عامل لها فيديو لذيذ بصورها وخليها مشهورة فبتكلمه وبتكون متعصبة اكتر وبيستغرب من رد فعلها وان المفروض انها تفرحه وتصلحه وبعدها بيتكلم مع الشخص اللي انقذه من الغرق واللي بيكون بأزميله في السكن وبيقترح عليه الولد انه يصلح الجايزة وان ده الحل الوحيد علشان يصالح ييزي وبيقتنع هان بحله وتاني يوم في الجامعة بتكون ييزي قاعدة مع صحابها وبتاخد الفيتامينات اللي الدكتور زو بتاع الجامعة مدهالها وبيباني انها معجبة بالدكتور وصحابها بيفتحوا الموضوع وبتقولهم انه كويس وطيب وهي معجبة بيه وبعدها بيتكلموا عن هان وبتكون واحدة من صاحباتها معجبة بيه وبتخلي ييزي تكلمها عنه وبعدها بيروحوا التمرين وبيكون المدرب بيبص على مكان الجوايس وبيلاقي ان الجايزة اللي اتكسرت متصلحة بالشمع وبيغضب جدا وبيجمعهم وبيسأل مين اللي عمل فيها كده فبيقول هان ان هو اللي عمل كده وبتقول ييزي انها هي السبب في كده فبياخدهم المدرب لمكتبه علشان يعقبهم وبعدها بيخليهم يتدربوا وقت زيادة عن المعتاد وبيفضلوا يتدربوا سوا وبعدها بيطلب منها انه يجرب يرمي بقوس حقيقي وبياخد قوس وبيخرج يجرب وبتطلع وراه بتعلمه ازاي يمسكه وبيفضل يجرب كذا مرة انه ينشن لكنه بيفشلوا ايده بتوجعه وبتستغلي ييزي الفرصة علشان تقابل دكتور زو وبتاخد هان وتروح له وبيدخلوا يكشفوا عليه وبياخد هان باله انها معجبة بالدكتور ولما بيخلص فحص بتقوله يفحصوا تاني علشان يعودوا وقت اطول معاه وبعد ما بيخرجوا من عنده بيفضل هان يتريق عليها ويضايقها انها معجبة بالدكتور وبيكون صورها وبيقولها انها لو محسنتش معاملتها معاه هينزل الصور دي فبتوافق وبتقوله انها هتعمل اللي هو عايزه بس ما ينزلهاش وبعدها بيسيبها وبيروح يتضرب سباحها وبتروح له صاحبتها اللي معجبة به وبتكون جايباله اكل معاها وبتطلب منه ان يخرج معه بالليل يتعاشوا سوا لكنه ما بيوافقش وبعدها بيكون مروح وبيقابل ييزي عند الباص وبيركبوا سوا وبعد مدة كبيرة في اللوتوبيس بيكتشفوا انهم ركبوا غلط وانهم فضلوا فيه لحد وقت متأخر ومش جل المفروض كانوا يركبوه وبعدها اللوتوبيس بيعطل وبيكونوا هما بس اللي فيه وبيخافوا جدا وبيقولهم السواء انه هيحاول يصلح العطل وبعدها بيتحركوا وبتضحك ييزي على هان وبتنزله في مكان ما يعرفوش وبيمشي اللوتوبيس ويسيبو وتاني يوم في التمرين بيتأخر هان ولما بيسأله المدرب عن السبب بيبص لييزي وبيقوله انه كان بيجري طول الليل على طريق غريب علشان يرجع البيت وبيتعصب عليه المدرب وبيطلب منه يكمل التدريب معاهم وبعدها بيروح مع ييزي علشان يكمل تدريب على النشان معاها وبعدها بيجي واحد من اصحاب ييزي الأدام علشان يزروها وبيجيب لها هدية سهم مخصوص ليها وبياخدوا هان وبيجرب ينشن بيه لكنه بيكون هيجي فيهم وبيجي المدرب وبيعقبوا على اللي عمله وبعدها بيرجع السكن وبيكون متدايق وبيسأله صاحبه عن اللي مزعله وبيقوله انه غيران من الولد جياو لانه بيتقرب لييزي وكمان المدرب بيعمل وحش قدام الفريق وانه بيفكر يعمله حاجة علشان يبطل يعمل وحش فبيقوله صاحبه انه يسيب الموضوع ده عليه وتاني يوم بينفز هان فكرة صاحبه وبيجيب للمدرب حاجة يشربها وهو رايح لكن المدرب يغمى عليه وبيوهدوه المستشفى علشان عنده حساسية من المشروب ده ويروح هان يضرب صاحبه على فكرته اللي كانت هتموت المدرب وبالليل بتكون ييزي خارجا مع جياو وبيغير هان فبيتكرر يروح ويرخم عليهم وبيجيب اكله ويروحوا المكان اللي قاعدين فيه وبيقعد معهم وبيحط شطة كتير على الاكل بتاع جياو لكن اللي بتاكله هي ييزي وبتتدايق منه وبتقوله انه عمل كده قاصد وبتبوز العلاقة بينهم اكتر وهم قاعدين بيكون فيه تعبان صغير وبيعض هان وبيتحجج علشان يكون مع ييزي اللي واحده وبياخدها وبيتمشه بعد ما يحط دواء على عضلة التعبان وبيتكلمه سوا وبعدها بيرجع السكن وبيكون مرهق من اليوم وبيقعد يتكلم مع صاحبه وبيفكره في طريقة تانية يقرب بيها من ييزي وتاني يوم بيروح التمرين وبيكون واخد معاه اكل معلب وبتروحوا البنت اللي معجبة به وبتتكلم معه بتكون عايزة تاخد منه اكل وبيتخنقوا وبيشوفهم المدرب وبيزعق لهم لانهم سايبين التمرين وبيتخنقوا على الاكل اللي اصلا ممنوع يدخل مكان التدريب وبيعقبهم هما الاثنين وبالليل بتكون ييزي بتتدرب زيادة لان المسابقة الرياضية قربت وبتكون عايزة تحسن مستواها علشان تقدر تكسب زي كل مرة وبيشوف المدرب وبيطلب منها انها تدي نفسها وقت علشان ترتاح فيه وما تضغطش نفسها علشان ما ترهقش وتقدر تأدي في المسابقة وبترجع السكن بعدها وبتكلم هان في التليفون وبتكون مش عارفة تنام فبيقترح انه يغنيلها علشان تقدر تنام علشان تقدر تكمل تاني يوم وتاني يوم بتكون المسابقة وبيروح هان علشان يشجعها وبتكون اخر جولة ليها وبتتوتر ييزي وما بتنشنش وبيزعق لها المدرب علشان خسرتهم وبيمشي وبيفضل هان معها وبيوسيها وبعدها بتروح تعتذر للمدرب على اللي حصل وبعدها بتروح هي وصحابها يصلحوا القوز بتاعها عند واحد وبيخرجوا يعودوا في مكان علشان يهدوها وفي السكن بيكون هان الان على ييزي وبيتكرر هو وصاحبه يروحوا لها السكن بتاعها وبتشوفوا من المشرفة وبتجير وراهم فبيستخبوا منها وبيكون هان مستخبي في بسكت الزبالة وبيشوفها وهي وقفة مع جياه وراجع السكن وبيتدير لانه كان الان عليها وهي اصلا خارجة معاه وتاني يوم بيكون معادة تصفيات في المسابقة وبتلعب ييزي وبتفوز المرة دي بأعلى سكور في النشان وبيحتفلوا بيها وتاني يوم بياخد هان ييزي وبيكون عامل لها مفجأة ومتفق مع كافتيريا الجامعة انه يعمل لهم اكل مخصوص وبيعودوا كأنهم في ديت سوا لكن بيقاطعهم جياه وبيجي يتكلم مع ييزي وبيتدايق منه هان وبيتخنق مع ييزي وبيمشي وتاني يوم بتروح ييزي الجامعة متشايكة ولبسة فستان وبتروح علشان تشوف دكتور زو لكنه بيكون مشغول وبيقول لها انه هيبقى يشوفها بعدين وبيمشي وبتتأخر ييزي على المحاضرة وبيكون فيها هان وبياخد لها غيابها ولما بتيجي بيسألها الدكتور على اسمها وبيعرف ان حد رد غيرها وبيعرف انه هان وبياخدهم لمكتبه بعد المحاضرة وبيزعق لهم وبعد ما بيخرجوا من عنده بيتكلم هان مع ييزي وبتسأله ليه عمل كده فبيقول لها انه كان بيحاول يساعدها مش اكتر وبعدها بيرجع السكن وبينفزوا عقبهم اللي الدكتور كان عاقبهم به انهم يعملوا في البيت دكتور الزو وبتلاقي هناك واحدة جميلة بتسئل زرع بتاعه وبتفضل تتكلم معها ولما بيرجع الدكتور لمكتبه وبيعرف ييزي على البنت وبيقول لها انها صاحبته وبتتدايق ييزي لما بتسمع كده جدا وبتعيط وبيجي هان في الوقت ده وبياخد باله منها وبياخدها بره المكتب وبياخدها وبيعودوا يتكلموا سوا وبعدها بياخدها على مطعم كبير بيتعاشوا سوا وبيحاول يخرجها من اللي هي فيه وبيكون فيه حد غريب يسوارهم وهم قاعدين سوا وبيتكلموا وبعدها بترجع ييزي السكن وبتعود مع صاحبتها وبتكون لسه متضيئة وبتتكلم معهم شوية وبتكلموا معها عن هان وقاديه ومهتم بيها وبيعمل كل حاجة علشان يساعدها وبيقولوا لها تديلوا فرصة انهم يكونوا سوا وبتفكر ييزي في الموضوع وتاني يوم في الجامعة بتروح للمدرب بتاعها وبتعتذر له انها تكمل بقى التصفيات في المسابقة لانها محتاجة تاخد بالها شوية من عالتها وانه يخلي حد يكمل التصفيات مكانها وبتروح لهان اللي بيكون مستني ييزي قدام السكن لكنها مش بتنزل وبيقابل جياو وبيسأله عنها فبيقولوا انها رجعت البيت وبيروح وراه ويتكلم معاه وبيعرف ان جياو جار ييزي اصلا وانهم صحاب من ايام الطفولة وبتكون ييزي في مطعم باباها وبتاخد بالها منه لان ابوها تعبان وبتتفرج على المسابقة على التلفزيون وبتكون متبعاهم وبيروح لها هان المطعم وبيساعدها في الشغل وبيكون معاها طول اليوم وبالليل بعد الشغل بيعملوا اكل ليهم وبيعودوا يتعاشوا سوا وبيتكلموا مع بعض وبيتكلموا عنها وعن عالتها وبيكون هان بيتعلق بيها اكتر واكتر وتاني يوم بيكون ابو ييزي في المطعم وبيلاقي صور هان ومعاي ييزي في المجلات وبيتدايق جدا من الخبر وبيروح لليه صاحب هان في السكن وبيكون بيقضي وقت في الجامعة مع صاحبة ييزي وبيبتدي هو كمان يعجب بيها وبيقربوا من بعض وبيجيلوا هان وبياخدوا يتكلم معه بيوريه الصور اللي في المجلات وبيكون متضايق ومش عارف يعمل ايه وبنروح لييزي اللي بيرخم عليها صحابها البنات لما بيشوفوا المجلة وبيترياءوا عليها انها مع هان ومخبية عليهم لكن كل الناس خلاص كده عارفوا انهم سوا بسبب المجلة والصور اللي فيها وبعدها بيجي المدرب وبيطلب يتكلم معاها وبيقولها انها لازم تركز في التدريب اكتر وما تخليش حاجات شتتها وبالليل بتكون قاعدة في مكانه مستنية هان وبيجي حد لابس دوب وبيتكلم معاها وبياخدها على جنب وبيقولها انه هان وبيكون عامل كده علشان محدش يعرفه وبيتأسف لها على اللي حصل لها بسببه والصور اللي في المجلة وهم واقفين بيتكلموا بيصورهم حد تاني لكنهم بيشوفوها وبيجروا وراها لكنها بتقدر تهرب وبياخد امن المكان هان وييزي علشان يحققوا معهم بسبب الفوضى اللي عملوها في المكان وتاني يوم بعد ما بيخرجوا بيجي لي يكلم هان بسرعة ومعاه مجلة اليوم وبيكون فيه صور جديدة اتنشرت لي ولكن مع بنتي تانية وبيكون الشخص اللي بيصور ده معهم في الكلية وبيصور اي اتنين مع بعض وبيطلع عليهم اشعاعات وبيعمل كده مع جيهو كمان وبيروح لهان في قطه واللي بيقرر انه يعرف مين اللي بيعمل كده معاهم وينتقم لكل الناس اللي اتقذت وبيكرر ليه انه يكون معاه ويساعده وبيجمع كل الناس اللي اتنشر لهم صور وبيتفقوا مع بعض وبيحطوا خطة ازاي ينتقموا من البنت اللي بتعمل كده وياخدوا حقهم وبيعرفوا مين البنت اللي بتعمل كده وبيبدأوا يرقبوها وبينزل هان ويزي ويعملوا نفسهم بيتقابلوا علشان يخلوها تصورهم ويقدروا يمسكوها وبيشوفه وتصور وبياخدوها معاهم وبيواجهوها وبيتكون وقعت على قط وهي بتصور وبياخدوا القط ده للعيادة بعدما تكسرت رجله بسببها وبيفضلوا يلوموها على اللي حصل وانه كله بسببها وبتتأسف لهم البنت على كل اللي حصل وبيرجعوا لها الكاميرا بتاعتها وبتمشي وتاني يوم بيروحوا التمرين وبيقدر هان ينشن لأول مرة وبتتبسط ييزي بيه جدا وبعدها بيروح معها البيت وبيتعش معاها وبيقابل باباها وبيتعرف عليه وبيعودوا يتعشوا سوا وتاني يوم بتكون ييزي في مطعم باباها وبتحضر الأردرات والأردر بيتحضر غلط لأنها بتكون سرحانة في هان وبيجي باباها وبيقولها على الغلطة اللي عملتها لكنها ما بتكونش مركزة معاه فبيخليها باباها تسيب اللي بتعمله وتمشي لأنها ما بتكونش مركزة وبتودعه وبتمشي وبتاخد معها أكل وبتروح لهان علشان تطمن عليه وبيعودوا مع بعض وبيتكلموا وبيروحوا بعدها للقطة اللي كانت تعبانة يشوفوها وبيكون الملجأ اللي هي فيه بيمر بأزمة مالية وبيبلغ المدير بتاعه هان إنه احتمال كبير يقفله وبيتدايقوا جدا لما بيسمعوا الكلام ده وبيكتامعوا مع صحابهم في الجمع وبيقرروا إنهم يساعدوا ملجأ الحيوانات علشان ما يقفلش وبيتفقوا مع صحابهم وبيعملوا حملة علشان يخلوا الناس تتبنى الحيوانات اللي في الملجأ دا ويساعدوه وبيبتدوا ينزلوا في الشوارع بلبس حيوانات وبيعملوا دعاية للملجأ ومش بتنجح الخطة دي فبيعود يفكروا في فكرة تانية وبيلاقوا إن فيه مسابق التمثيل وبيقرروا يدخلوها لإن الفيز هياخد جائزة مالية وبيفكروا في الموضوع ده ويشوفوا يعملوا ايه وفعلا بيبتدوا يجاهزوا للمسرحية بتاعتهم اللي هيشاركوا بيها وبيتجاهزوا الأزياء وبيوزعوا الأدوار اللي هتتمثل عليهم وبيليل بعد التدريبات بتاعتهم بيخرج هان وييزي وبيعودوا مع بعض يتكلموا وبعدها بيفضل هان يعزف لها على الألة الموسيقية بتاعته وتاني يوم اللي صاحب يروحوا علشان يشتركوا في المسابقة وبيسجلوا أساميهم وبيدخل المسابقة كل اتنين لوحدهم علشان يكونوا ضمنين إن حد فيهم يكسب وبيكون كلهم أداهم وحش وعلشان هان مشهور أول ما بيشوفوا المخرج بيوافق إنه يديله الدور وبيمضيه على العقد وبيبتدي تصوير هو وييزي في الفيلم اللي المخرج بيعمله ولكنهم بيبوزوا الدنيا فبيمشيهم المخرج وبيطلعوا يفكروا ويعملوا إيه تاني غير التمثيل علشان يجمعوا فلوس للملجأ ويرجعوا البيت ويكون صحابهم ما يعرفوش اللي حصل وبيحتفلوا بيهم علشان أول تصوير ليهم لكنهم بيحكوا لهم وبيتصدموا صحابهم من اللي حصل وانهم اضطردوا من التصوير وبيوسوهم وبعدها بيكرروا انهم سيعملوا مسرحية لوحدهم وبيصمموا مسرح وبيجهزوا كل حاجة ويأتي واحدة من صحباتهم ومعها جمهور كبير علشان يتفرجوا على المسرحية بتاعتهم لكن الدنيا بتمطر في العرض وبيمشي كل الجمهور علشان المطرة ولكنهم بيكملوا العرض عادي وبيكون لها عامل بس مباشر علشان يقدروا ياخدوا فلوس منه وبيجيب البس لايكات كتير بسبب هان وييزي وتمثيلهم وفعلا بيجي لهم فلوس كتير وبيكونوا مبسوطين جدا انهم هيقدروا يدوا الفلوس للملجأ وبعدها بتخلص الأجازة وبيرجعوا الجامعة من تاني وكل واحد بيرجع للتمرينات بتاعته مرة تانية وبتيجي بنت جديدة للجامعة وبيكون شكلها غني جدا وبتدخل تتكلم مع هان وبتكون عرفاه وبعدها بيجي المدرب وبيعرفهم عليها وبيقولهم انها وو وهي المساعدة بتاعته الجديدة وانها تكون بتدربهم معاه وبيرحبوا بيها وبيتكلم معها المدرب بعدها عن ان هان مستوى وحش جدا وانه عايز هي اللي تدربه وتخليه كويس وبتكون ييزي وقفة فبتتدايق لان هي اللي كانت مسؤولة انها تدربه وبتفضل تتحيل على المدرب انها تفضل هي اللي تدربه لكنهم ما بيوافقش وبيخلي وو هي اللي تكون معاه وبعدها بيروح هان يتكلم معاها وبيقولها ما تتدايقش من اللي حصل وانه هيفضل برضو يقضي معها وقته ويتدرب معاها وبيقعد يشرح لها حاجة مش فهماها فبتيجي وو وتقعد معاهم وبنعرف انها كانت معاهان زمان في المدرسة وبتكون بتتقرب له فبتدايق ييزي من تصرفاتها وبتسيبهم وتمشي وبتروح السكن وبتكون متدايقة وصحابها بياخدوا بالهم وبيروحوا يتكلموا معاها ويعرفوا مالها وبتحكي لهم عن اللي حصل وبيفضلوا يتكلموا سوا وتاني يوم بيقرر صحابها انهم يدايقوها زي ما هي بتدايق ييزي وبيروح لهان اللي بتجيله مساعدته عند باب الجامعة وبتطلب انه يركب معاها علشان عايزاه وبيقولها انه متأخر على التمرين لكنها بتصر انه يركب فبيركم معاها وبتاخده للشركة وبيلاقي احتفالاته وبيسألها في ايه فبتقوله انه هيعرف كل حاجة في المكتب وبيدخل معاها وبتقوله انه خلاص ممكن يسيب الجامعة لان الشركة رجعت العاد بتاعه ومش محتاج يكمل في الجامعة وبتقوله انه هيبقى نجمي في الرياضة كبير وهيرجع مشهور تاني وبيقولها انه مش عايز يسيب الجامعة وبيسيبها ويمشي وبيخرج من الشركة بيلاقيه قدامه في العربية بتاعتها وبتعرض عليه يركب معاها وتوصله على الجامعة لانه تاخر على التدريب وبيوافق يركب بس علشان يلحق وما يتأخرش وبينروح لييزي وبتكون قاعدة في المطعم بتاع باباها وبتكون سرحانة وبيجي باباها يسألها اذا هتروحوا التدريب بتاعها النهاردة ولا لا فبتقوله انها مش هتروحوا النهاردة وبيسألها اذا في حاجة مضايقها فبتقوله انها مفيش حاجة وبتجيب لها المساعدة بتاعت باباها اكل وبتعرض تاكل وتتكلم مع باباها ومعاها وبيطلب حد اردر اكل من مطعم باباها وبتروح هي توصله وبتكون وهي هي اللي طلبها وبتعرض تتكلم معها وبتقولها انها حبت نفسها في النشان علشان تقيم مهارتها وبتقولها انه هيكون تحدي ولو هي اللي كثبت هي هتسيب الجامعة وتمشي وبتوافق ييزي على التحدي ده وبعدها بتفضل ييزي تتدرب كتير علشان تقدر تكسبوه وتخليها تمشي وتسيب الجامعة وتبعد عن هان وبيجي هان يتكلم معها وبيطلب ان يتمرن معها ولكن بتيجي وهو وتقطع كلامهم وبتقوله انه ماينفعش يتدرب معها لان هي المدربة بتاعته وبتقوله ييزي ان كلامه صح وانه لازم يتدرب معها هي وبتسيبهم وتمشي وبيعفه وتدربه وبتكون بتلمسه وبتشوفها ييزي وبتتدايق من طريق التعاملها معاه وبعد التمرين بيكون خارج هان من المدرسة الصحفيين وبتقولهم انه سيسيب الجامعة ويرجع تحت رعاية الشركة وبتكون هذه خطة المساعدة علشان تحط هان قدام الامر الواقع وتخليه سيب الجامعة ويكمل شغل معهم بالعافية وبتشوف واحدة من صحبات ييزي اللي بيحصل وبتجري بسرعة تدور عليها علشان تبلغها وبتلاقيها في السكن تحضر لتحدي وو وبتقولهم على التحدي وان اللي هيخسر فيهم يمشي والثاني هيفضل مع هان فبتبلغها ان هان اصلا ماشي وسايب المدرسة لكن ييزي بتصمم تروح وتتحدى وو وبتاخد ادواتها وتروح لها المكان اللي اتفقوا يتقابلوا فيه علشان يلعبوا وبيبتدوا انهم يلعبوا والتحدي انهم يرموا تلات رميات وبتخسر وو بسبب ان اخر سهم ما بيتثبتش في اللوحة وبيقعوا بتكون الفيزة هي ييزي وبعد ما بتكسب بترجع في طريقها للبيت وبتلاقي هان مستنيها وبيوبخها لانها قبلت التحدي معاها وبيسألها افرد كانت خسرت هي كانت هتسيب الجامعة ومش بتقبل ييزي كلامه وبتتخانق معاه وبتقوله انها بتعمل كل ده علشانه وفي الاخر هو هيمشي اصلا ويسيبها فبيقولها انه رفض عرض الشركة وعمل كده قدام كل الصحفيين وانه مش هيسيبها ابدا وهيفضل معاها وبعدها بيخروي ويتماشوا سوا وبيفضلوا يتكلموا وبعدها بيوصلها لحد باب السكن بتاعها وبيودعها وبيمشي وبتطلع السكن بتاعها وبيكون صاحباتها مستنينها وبيفضلوا يسألوها عن اللي حصل وليه هي مبسوطة كده ووشها احمر وبيفضلوا يهزروا معاها لانها بقت خلاص اخيرا مع هان وبيكون هان هو كمان في القوضة بتاعته مع لي وبيكون مبسوط جدا وبيحكي لليه وبيكون طاير من الفرحة انهم اخيرا بقوا مع بعض وتاني يوم بيروح لابو ييزي في المطعم واللي بيجيله محامية وبتبلغوا ان حد رافع عليه قضية بسبب انه جالوا حاسسية من الاكل بتاع المكان وان ده ممكن يخليهم يدفعولوا تعويض كبير وانه لازم يدفعولوا مصاريف العلاج والمستشفى وإلا المطعم هيقفل فبيوافق انه يدفع تكاليف علاجه وبيروح للجامعة في التدريب بيجمع المدرب الفريق وبيقولهم انه وو مشيت وانه محتاج حد مكانها وبيرشحوا ييزي لكنها بتتنازل عن المهمة دي لوحدها من صاحباتها بتكون محتاجها اكتر وبتعترض بنت عليها فبيكرر المدرب انه يعمل تصويت على اللي تاخد المنصب ده من الفريق وبتكون صاحبة ييزي اللي معها اكتر الاصوات وبتاخد هي منصب المساعد وبعد التمرين ما بيخلص بيكلم ييزي باباها وبيطلب منها انها ترجع على البيت بسرعة لانه عايزها ضروري وبتروح لييزي بسرعة لانها بتكون الانة وبيكون مش عايز يقولها في الاول لكنها بتفضل تتحيل عليه فبيقول لها ان فيه احد تعمل من اكل المطعم وبيطلب منهم تعويط وانه مش معه فلوس للمبلغ اللي هو طلبه وكمان مصارف العلاج بتاعه ومش عارف يعمل ايه وبتسأله كان ايه هو الاردر ده اللي تعب العميل فبيقول لها ابوها عليه فبتفتكر ان ده بتعويه اللي هي وصلته لها وبتقول لباباها انها عارفة لرافع القضية وانها تحاول تكلمه ويحلوا الموضوع وفعلا بتكلم ووه بتتأسف لها على اللي حصل وبتكون ووه بتكلمها بكل تعالي وطريقة وحشة وبتحاول ييزي انها تتقبل كلامها علشان تخليها تسامح باباها وما يدفعش كل الفلوس دي وبتطلب منها التفاوض وبتقول لها ووه انها تسيب لها هان يا ايه ما مش يبقى قدامها اللي حل من اللي اتنين يا تدفع الفلوس او يقفلوا المطعم فبتطلب منها ييزي عنوانها علشان تقبلها ويعود يتكلموا ويوصلوا لحل فبتقول لها انها تفكر وممكن تبقى تبعت لها العنوان بعدين وبتصور نفسها وهي تعبانة وبتبعت الصورة لهان وبتقول لها انها تبعتت بالغلط وبتبعت وول عنوان لييزي وبتقول لها تيجي وتجيب هان معاها فبتكلموا ييزي وبتقولوا على المكان وبتسبقوا وبتخليه روح لها وبتوصل ييزي عند البيت وبتتأسف لها على اللي حصل لها بسبب الاكل وبتفضل ووه تعملها بطريقة متعالية وبتخليها تخدمها وتعاملها وحش وبتفضل تتوسل لها ييزي انها تسامح باباها وما تخلهش يدفع الفلوس دي كلها فبتقول لها انها لازم تسيب هان وهي هتسامح باباها وبيوصل هان في الوقت ده فبتتحول طريقة ووه لطريقة لطيفة وبيلاحظ هان ان ييزي متعورة في ايديها وبتقول له ييزي انها تمشي فبيخرج معها وبيوصلها وبتمشي ييزي وبيرجع هان لووه وتاني يوم بيكون هان لسه مع ووه وبيوصلها وبيقضي معها وقت لحد ما تتحسن وبتشكره هو على اهتمامه وانه معها دايما وبنروح للتدريب وبتكون فيه مدربة جديدة جد وبتكون عايزة تاخد المكان وبتتحدى المدرب بتاعهم من اللي يكسب هو اللي يكمل تدريبه في المكان وبيبتدي التحدي بينهم وبيكسب فريقهم وبيقوم المدرب بتاعهم وبيقول للمدربة التانية انهم كذبوا وانهم لازم يسيبوا المكان ويمشوا علشان يكملوا تدريبهم وفعلا بيمشوا وبيكمل الفريق تدريباته وبيرروح لييزي اللي بتكون قاعدة لوحدها في المدرجات ومش بتحضر التدريب وبتكون بتفكر في موضوع باباهو متضايقة وبيجي هانو بيعود معها وبيكون لسه معرفش حاجة عن كل ده وبيلاقيها متضايقة وبيسألها مالها ومش بترضى تقوله فبيحكي لها على الحصل مبارح مع ووه لما هي ثابتة ومشيت وبيقول لها انه تكلم معها انها تبطل تضايقها وفاهمها انه هو ووهو مجرد صحاب وطلب من ووهو انها تتقبل الفكرة دي وتبعد عن ييزي وبعدها بيحكي لييزي عن ازاي تعرف على ووهو وانهم كانوا من زمان مع بعض في المدرسة وهم اطفال وانها كانت معجبة بي جدا وانهم كانوا صحاب لفترة كبيرة ويذهب لبنت معهم في المدرسة ويكون ليه مديها مسك للوش من البرندات اللي كان هان عمل لهم اعلانات ولما بتجربوا ووشها بيبوز ويتروح تزعق لليه ويقول ليه اللي هان على اللي حصل وانهم بيستغلوا صورته علشان يبيعوا منتجات مش كويسة ويقول له هان انه هيتصرف وما يشيلش هام الموضوع ده وبعدها بتكلموا ييزي وبيخرجوا سوا وبيقضوا اليوم مع بعض وبيتكلموا وتاني يوم بيروح هان للشركة وبيقابل المساعدة بتاعته وبيتخانق معها بسبب اعلان الشركة عن بداية شغل جديد معاه من غير هو ما يعرف للمرة التانية وكمان غصب عنه فبتاخدوا المساعدة وبيدخلوا المكتب وبيعود يتكلموا ويقول له ان هذه اوامر من رئيس الشركة وانها ملهاش دخل فيها وغصب عنها بتنفذها وفاجأة يأتي صاحب الشركة وبيطلب من المساعدة انها تخرج وبيقعد يتكلم مع هان لوحدهم ويقول له ان هذه الشروط اللي في العقد اللي هو ما ضا معاهم قبل كده وانه لازم ينفس كل اللي بيقولوا عليه ومن غير اعتراضه وبيسيبهم ويخرج وبنرجع للبنت اللي وشها باز وبيعرف صاحبها باللي حصل لها وبيجيب لها حاجة علشان تصلح اللي حصل في وشها قبل حفل التخرج بتاعهم علشان تقدر انها تحضروا وبيروح بعدها للي واللي بيكون ماشي مع صاحبته في الحدايق وبيتكرر ان يعترف لها بحبه ووسط جو رومانسي زي النجوم الافلام وبيشغل الميا كأن الدنيا بتمطر وبيزدعق بصوط عالي وبيعترف لها بحبه وفي نفس الوقت بتكون ييزي بتحاول تنط من على صور الحديقة علشان تقابل هان وبتنط وبتروح تعود معاه وبعدها بيروح هان يوصلها لحد باب السكن وكالعادة بيودعها وبيمشي وتاني يوم بتصحى في السكن وبتوقع تفتر مع صاحبتها وبتحكي لهم صاحبتهم ان ليه اعترف لها بحبه وانهم دلوقتي بقوا مع بعض وبيرروح للشركة واللي بتكون عاملة مؤتمر صحفي كبير وبتجبر هان ان يكون فيه ويطلع يتكلم مع الصحافة بعد العمله اخر مرة ولكن هان بيكون سجل للمدير اخر مرة لما كان بيهدده وبيشغل التسجيل في اللقاء الصحفي وبيفضحوا هو وشركته وبيخلي الصحافة كلها تكتب عنه وبيخرج هان كمان بيتكلم عنه فيروحوا كلهم للبوليس صاحب الشركة وهان وليه والمساعدة بتاعت هان وبتروح ييزي وصحبتها حبيبة ليه وبيروحوا بسرعة للشرطة علشان يطمنوا عليهم بعدما البوليس اخدهم بسبب الفوضى اللي عملوها وكمان بيجي المدرب وبيكون متعصب منهم ومن اللي عملوه من شقوتهم وبيزعق لهم جامد وبعدين بيكلم الزابط علشان يخرجهم ويرجعوا للسكن وبيخرجوا معاه فعلا وبعدما بيرجعوا للجامعة تاني يوم بيطلب المدير انه يشوف هان وليه وبيكون عايز يرفضهم لكن المدرب بيرفض انهم يمشوا وبيقول المدير انهم لو مشوا هو كمان هيمشي فبيطر المدير انه يغاير رأيه ويسيبهم وما يرفضهمش وبعدها بيخرجوا ويحتفلوا انهم خلصوا من كل المشاكل دي وما بتكونش ييزي معاهم وبيلاقيها هان قعدل وحدها بتعيط فبيسألها زعلانة ليه وايه سبب عيطها فبتسأله اذا فعلا ترفضوا ويمشي فبيقول لها انهم حلوا المشكلة وانه مش هيسيبها ابدا ويمشي وتاني يوم بتروح ييزي لباباها وبتاكل معاه وبيعودوا يتكلموا وبيكون فيه بطولة جاية قريب وييزي بتكون دخلة فيها وبيشجعها باباها انها تركز وتتضرب اكتر علشان تفوز وتاخد البطولة زي المرة اللي فاتت وييزي بتوعيدوا انها تعمل اللي عليها علشان تقدر تكسب وتاني يوم في التمرين بتوعى تتكلم مع المدرب وبيشجعها المدرب كمان وبيحفزها للفوز وبتوعيدوا انها تتدرب كويس علشان تكسب وبنروح للبنت اللي وشها كان تعبان في حفلة التخرج وكان لسه مخفش وبتكون مكسوفة وبتداري نفسها لحد ما بيجي صاحبها وبيطلب منها الترقص معاه وبتفرح جدا انه مهتمش ان شكلها وحش ورقص معاها وكانت فرحانة جدا وبنروح لييزي اللي بتكون رايحة عرض بيقدمه هان وبتعطل العربية اللي رايحة بيها وبتضطر انها تنزل تجري في المطرة علشان ما تتأخرش على عرض هان وبيكون وقت هان انه يطلع يقدم العرض بتاعه جاه وبيكون بيدور عليها وبيبدأ وبتكون لسه مجادش وبيجي شخص يقطع الكهرباء عليه وهو بيتكلم فبيتدايق لكن ييزي بتكون وصلت وبتنور بالموبايل بتاعها وبتفضل تشجعه يكمل ولما بيسمع صوتها وتشجعها بيكمل فعلا وبينزل يشكرها جدا على اللي بتعمله علشانه وبعد ما بيخلص بتقبض الشرطة على الشخص اللي فصل الكهرباء وبيخده معاهم وبعدها بيجي حد من شركة جديدة وبيعرض عليه يشتغل معاهم وبيسيب له الكرت بتاعه وبتاخد ييزي الكرت وبتقول له انها مساعدته الجديدة وانه اكيد هيرجع يكلمهم علشان يتفقوا في تفاصيل الشغل وبعدها بيتخرجوا وبتكون ييزي وصحابها بيسيبوا السكن وبيودعوا بعض وبتقول لهم ييزي انهم يفضلوا يتواصلوا فيديو كول دايما وانهم هيفضلوا صحابها المفضلين وبنروح لهان وهو رايح للمساعدة بتاعته القديمة بعد ما ثبت الشركة وبقت حالتها المادية وحشة وبيعرض عليها انها ترجع تشتغل معاها تاني وتمسك له شغله الجديد وتساعده وبتوافق انها ترجع تشتغل معاها وبتفرح جدا انه جابها تشتغل معاها تاني وبنرجع لييزي واللي بتكون سفرت علشان البطولة بتاعتها وبتكون متوترة جدا وبتتفاجئ بهان انه موجود في المكان علشان يشجعها ويكون معاها زي ما وعدها انه هيفضل معاها دايما وبكده بيكون مسلسلنا خلص سلام